قام معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بتكريم سعدة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع والفريق الركن ذياب بن صغر نعم رئيس هيئة الأركان وذلك لصدور الأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنحهم وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الأولى تكريما لتفانيهم في أداء مهامهم بقوة دفاع البحرين وتقديرا لمساهمتهم في خدمة مملكة البحرين وسلمهم معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الوسام ونقل لهم تقدير جلالة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه واعتزاز جلالته بالجهد الذي يبذلونه بقوة الدفاع وما قدموه للوطن من عظيم العطاء وتمنية جلالته لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في المجال العسكري لخدمة وطننا العزيز وهنأ معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان مشيدا بما حققوه من إنجازات منوها بدورهم الكبير وعملهم الدؤو في الدفاع عن مملكة البحرين ومكتسباتها التاريخية والحضارية وتمنيا لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العسكرية لخدمة مملكتنا الغالية مؤكدا معالي أن قوة دفاع البحرين ستظل دائما بعطاء رجالها وتضحياتهم درعا قويا يحمل وطن وحصنا منيعا يصون مكتسباته التاريخية ومنجزاته الحضارية وأشار معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه مع مضي 48 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين ستستمر بإذن الله تعالى مسيرتها المباركة بكل دأب ونشاط في طريق النجاح والنمو والازدهار وستعمل بكل دأب على توظيف الموارد المتوافرة والمتاحة بالشكل الأمثل وتبدل كل ما في وسعها من جهد في حقل الإعداد والتدريب وفي مجال التسليح بما يكفل لها أن تجمع بين الكفاءة والمهارة والقوة والنجاح كل ذلك في إطار توجه حكيم ونهج سليم للاهتمام والتركيز على الكيف المتناغم مع الكم لتهيئة قوة عسكرية عصرية قادرة على أن تحمل وطن وتنصر الشقيق وتساهم في حفظ استلام في المنطقة مؤكدا مع لي أن هذه المسيرة مصحوبة بسجل عسكري حافل بالإنجازات العظيمة والكبيرة على مستوى الوطن بشكل خاص وعلى المستوى الأخوي الخليجي بشكل عام ومن هذا الواقع الملموس يمكن للمتتبع لهذه المسيرة الطيبة أن يستشرف المستقبل الزاهر والمشرق لقوة دفاع البحرين على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي على السواء